معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف سائل يقول فضيلة الشيخ صالح كيف السبيل إلى صلاح القلب وسلامته من الشوائب صلاح القلب وسلامته من الشوائب يكون بإصلاح العمل إصلاح العقيدة العقيدة بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى وإصلاح العمل والإكثار من ذكر الله كما قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب فهذا من أسباب انشراح الصدر وطيب القلب الإكثار من ذكر الله كما أن الغفلة عن ذكر الله تقس القلب كذلك كثرة المزاح وكثرة الكلام وكثرة فيما لا يفيد هذا مما يقس القلب أيضا كما أن الغفلة عن ذكر الله تطمئن القلب كما أن الغفلة عن ذكر الله تطمئن القلب